السباح الخير أود أولاً الترحيب بكم جميعاً في هذا اللقاء السنوي لمجموعة خبراء المخاطر في الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الذي يأتي هذا العام تحت عنوان مؤشرات المخاطر المصرفية كما أشكر مشاركتكم فعليات هذا اللقاء والتي نسعى دائماً أن تكون ذات قيمة علمية مميزة وأن تقدم قيمة مضافة رفيعة المستوى للمصرفيين العرب كما أود شكر الأمانة العامة للاتحاد الدولي للمصرفيين العرب على جهودهم المستمرة لتعزيز مكانة ونشاط الاتحاد والشكر موصول أيضاً إلى السيدة قسكال دحروج رئيسة إدارة المخاطر المالية والتشغيلية في مجموعة بانك بيبلوس على مشاركتها معنا والتحدث في أعمال هذا الملتقى نظراً لقبرتها الطويلة في إدارة المخاطر وخاصةً حول كيفية استخدام مؤشرات المخاطر المصرفية في عملية إدارة المخاطر بأبعادها المختلفة يتناول لقاؤنا هذا الإضاءة على مؤشرات مخاطر المصرف التي تعتبر أداة استراتيجية مهمة في أيدي مجلس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب المصلحة المختلفين لاستماح لهم بتحديد وضعية المصرف وبالتالي اتخاذ القرارات المتعلقة به من حيث الاستثمار أو إداع الأموال وغيرها من القرارات وتحديداً تمكن هذه المؤشرات من تقييم وضعية المخاطر المرتبطة للمصرف وتحليل اتجاهات تلك المخاطر والمقارنة مع الأقران والمقارنة التاريخية والمقارنة المعيارية مع أفضل الممارسات والمقارنة مع رؤية المصرف وأهدافه وتحليل الفجوات ومراجعات واتخاذ الإجراءات والمقارنة أيضاً مع المؤشرات التي تمكلها من الإضاءة بشكل أساسي على ما يلي المؤشرات استراتيجية كنسب رأس المال والربحية ومؤشرات الاعتمان كتركز وجود الاعتمان ومؤشرات السيولة ومخاطر السوق كسعر الفائدة وسعر الصرف الأجنع ومؤشرات المخاطر التشغيلية بما فيها المخاطر القانونية ومخاطر السمع والامتسال ومخاطر التكنولوجيا المعلومات والمخاطر السيبرانية وتعتبر مؤشرات المخاطر الرئيسية كي ريسك انديكيتورز مقاييس توفر مقاييس توفر معلومات حول مستوى التعرض لمخاطر معينة يواجهها المصر في أي وقت من الأوقات ويمكن اعتبار مؤشرات المخاطر الرئيسية بمثابة مقاييس يمكن استخدامها لرسط عوامل الخطر المحددة بمرور الوقت وتكون الفائدة استخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية في توفير المعلومات التنبؤية لتسهيل اتخاذ القرار وتمكين اتخاذ الإجراءات الوقائية ويتوجب على إدارة المخاطر صياغة واعتماد مؤشرات المخاطر الرئيسية بحيث تكون بقياس الأمور التي قد تصير القلق والإبلاغ عنها ويوجد العديد من التحديات المرتبطة باختيار مؤشرات المخاطر الرئيسية نذكر منها على السبيل المثال هل التعريفات المعتمدة للخطر المراد قياسه واضحة ودقيقة؟ هل يتم قياس الخطر أو التعرض الصحيح؟ هل تم تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية ومن ثم الفرعية المرتبطة بها التي يجب اعتمادها؟ وهل القياسات المعتمدة لمؤشرات المخاطر الرئيسية والفرعية دقيقة؟ وهل يمكن مكارنة النتائج مع معايير محددة؟ وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تتمتع مؤشرات المخاطر بالخصائص التالية من أجل استخدامها كأداة لإدارة المخاطر توفر البيانات التي تعد كمدخلات لعمليات القياس أن تكون البيانات قابلة للكياس الكمي سواء بالنسبة المئوية أو القيمة أو الحجم كأن تكون مراقبة تطور مؤشرات المخاطر على أساس منتظم أن الأغراض من اعتماد منهجية مؤشرات المخاطر في المصارف متعددة إذ يمكن استخدامها كأداة إنزار مبكر للمخاطر الوشيكة والتي ستسمح للإدارة لاتخاذ إجراءات فقائية أو لتطوير وتنفيذ تدابير رقابية وكذلك تحديد الرغبة الواقعية في المخاطرة أي تحديد شهية المخاطرة الواقعية من قبل المصرف وأخيرا أود الإشارة إلى أن هذا اللقاء هو تقليد سنوي يزداد أهمية في كل عام بفضل ما نلقاه من تعاون وتنسيق من الكبراء العرب والدوليين كما أصبح منصة لتبادل الخبرات وعرض التجارب ومناقشة آخر مستجدات إدارة المخاطر والعمل على تطوير إداء وكفاءة مصرفيين العرب وتحصيل مصارفنا في مواجهة المخاطر أتمنى لذقائكم التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منهم وشكرا لإصلاعكم ترجمة نانسي قنقر